جهود المقطع يا حبايب بهذا الفتر سادي نزلكم مقاطع شورت اليوم نزلت لك وأول مقطع فأتمنى من الناس ما يستغربوا من هذا الموضوع مقاطع مدتها 14-15 ساعة ثانية يحتزيكم على القناة هذا الشي يساعد بانتشار القناة فلاحشوفهم بفترة جاية حصل نشر ويش فيديوهات فلاحد يستغرب من عادها الخبر الأولي عادنا عن قمر الطائب ووصول قناتها باليوتيوب للاثنين مليون مشترك فإن شاء الله ألف مبروك أقبال 10 مليون يا رب وطبعا لتنسون يا حبايب أن نتبال كلها بالكومنتات على هذا الإنجاز الخرافي في اضافة نقم المر يا حبايب هي صبغة شعرها فنزلت هذا التكتوك يا حبايب مثل ما شايفين لأن تتبين أن شعرها كان وردي وحاليا قصته وبنفس الوقت صبغته تقريبا لون أسود فشعر حلو يا حبايب يكتبونها بالكومنتات هل عجبكم شعرها أو كان القديم أحلى ننتقل حاليا بيسان تيكت هل هي يا حبايب صار عندها حبيب جديد ونسل الوقت يا حبايب صار تتهجم على وسام تيكت فنزلت مقطعين على حسابها بالتكتوك وبهذا المقاطع يا حبايب نوعا ما كانت تقصد وسام تيكتوك فهو المقطع يا حبايب كانوا يهولة تشوفوا التكتوك حتى قلب يوصف فيديو هذا اللي خليه هو من الكومنتات يقول أن هذا هي استبدلت وسام بي أو هذا الشخص اللي هو استبدلت أبو سام يعني و بالضافة للمقطع الثاني يا حبايب كان عبارة عن أغنيها اللي أغنية كانت تحكي عن الحاسيس وأنه هي دائبة أو هو كان دي لعب مشاعر هذا يخليهم بكومنتات يقولون أنه يابو سام دي لعب مشاعرش وصار تهجمون عليه سواء بالنانا أو باليوتيوب خاصة بالمقطع اللي نزل هو كان واحد من الأسئلة اللي يسئلوه هي أنه ليش انتفصلت عن بيسان صار يقولون أنه هو المشان وياس وكان علاقة حب بعد مقفوصة معادة هو نوعا ما كان متعود أنه يدخل بعلاقة حب فهو نوعا ما يعني دي وضح أنه يدخل بعلاقة حب ويا بيسان مو لأنه يحبها لأنه هو متعود اكتبوا للميلكومنتات شرائكم بهذا الشيء نروح حاليا زياد وساري يا حبايب فبعد من زياد نزل هذا الستوري كان زوجتها من داخل المستشفى وكان كاتب لها أنه مع خلبك شر يوم نزلو هذا الستوري أن الحمد لله هي طرأت من المستشفى فإن شاء الله ألف مبروك وإن شاء الله مع الخلبها شر وروح على الأكثر لقطة حالية من تشرب تيك توك يا حبايب ولهذا اللقطة من فيديو بين ينستار الأخير نزلته فبهذا اللقطة يا حبايب هي نوعا ما تتسوي حركة كأنه هي مخطوفة فتشرت هواي إشاعة أنه هي مخطوفة هي وأمها ولكن الصراحة واضح الموضوع لا يا حبايب ما كلا خطف ولا شيء مجرد هي جدة تباوة عنها شغلة ما كان تريد أمها تباوحة فسوت هذه الحركة موقفة الفتمنية يا حبايب أن توقفون هذه الأشياء على هواي انتشرت ومثل ما تعرفون يا حبايب حاليا الانس دا وبنسبة الوقت الواتساب واقف فلهذا أخبار مو هيكوش قوية عدنا بس أكيد هم قدرون تعبي وتتجرون زر لايكات وبس جاناكم فيها إزاي مخاصة نكتل الخصاص أحبكم و باي